لم يعد نشر المعلومات والصور ومقاطع الفيديو مقتصر على وسائل الإعلام الثورة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي مكنت الأشخاص من نشر تلك المعلومات وأيضا مشاركة المحتوى مع الأصدقاء إلا أن للنشر أو حتى إعادة تدول المعلومات قواعد قانونية لا سيما في مشاركة تلك المواد التي تحوي على مخالفات قانونية أو حتى تعرض بعض الأشخاص أو الشخصيات للتشهير الذم أو تدخل في خصوصياتهم تفاصيل كثيرة تتعلق بالتعامل مع المعلومات وعالم التكنولوجيا سنتعرف عليها مع المحامي يزن مصطفى أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا في البداية كثير ما نسمع على وجود مشكلة أو قضية رفعة من شخص على آخر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فكرة أن يكون هناك جريمة إلكترونية ما هي مقومات أو عناصر اكتمال الجريمة إلكترونيا حتى يعاقب عليها القانون بداية أشكركم على الإصلافة الجميلة وتاني شيء فيما يتعلق في موضوع الجرام الإلكترونية فكرة الجريمة الإلكترونية هي فكرة نادر نحكي عنها أنها مستحدثة نسبيا موضوع الجريمة بحد ذاته وخصوصا الجريمة الإلكترونية هي لا تختلف عن كونها جريمة بالمفهوم التقليدي وبمعنى وبآخر هناك ما يسمى بالجرائم التقليدي وهناك ما يسمى بالجريمة الإلكترونية الجرائم التقليدي هي الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية مثل قانون العقوبات الأردني وهناك ما يسمى بالجريمة الإلكترونية الفرق ما بين الجريمة التقليدية والجريمة الإلكترونية أن الجريمة الإلكترونية تتم بوسائل الإلكترونية وفي هذا الصدد موضوع الجريم الإلكتروني نفسه أيضا الجريم الإلكتروني تنقسم إلى قسمين هناك جرائم إلكترونية لا تتم إلا بوسيلة إلكترونية بمعنى أنها خلقت لأن تكون إلكترونية وهناك جرائم تقليدية مثل الجرائم التي نعرفها مثل جرائم الذن والقدح والتحقير جرائم الابتزاز أو التهديد هذه الجرائم أيضا إذا تم استخدام وسائل إلكترونية فهذه الجرائم ينطبق عليها النص القانوني ومعاقب عليها بمجب أحكام القانون بحيث أنه لا تختلف كثيرا عن موضوع الجريمة التقليدي إلا من ناحية الأداء المستخدمة في هذا الصد نعم يعني خلينا نحكي من ناحية الضرر الضرر المتحقق من هذه الجريمة إن كان من خلال وثائل الإلكترونية خالصة أو حتى من خلال أداء من هذه الأدوات بغض النظر عن القصد بس أحيانا كثيرة بيكون المشكلة والمعضلة في موضوع الجرائم الإلكترونية إنه يمكن تدخل فيه تفاصيل كثيرة يعني أحيانا إعادة النشر أنا بكتب بوست معين ما بيكون أصدفي وتحقيق جريمة معينة ولكن فجأة ممكن ألاقي حالي أني ارتكبت جريمة إلكترونية أحيانا بكون أنا أتفاعل مع بعض الأشخاص ليس بقصد الجريمة أو إحداث الضرر لكن يحدث أن اعتدت على شخص معين فكيف يتحقق هذا الموضوع؟ المميز في الجريمة الإلكترونية أن الضرر الذي ينشأ عنها مقارنة بالجرائم الأخرى هو ضرر كبير ليش؟ لأنه إحنا نحكي نأخذ مثال بسيط مثلا المواد المعالجة أو التي تعالج جريمة الذم والقدح والتحقير في الجرائم الذم والقدح والتحقير التقليدي اللي هو بيكون مثلا قاعد أنا وياكي بوجه لك أي عبارات هذه العبارات قد تكون تنتقس من كرامة هذا الشخص أو تسئله بيكون الضرر محصور في الشخص اللي أمامي بحيث أنه العدد الأشخاص اللي بيشاهدوه أقل بكثير من اللي بيكون على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الثورة التكنولوجية اللي احنا منعيشها وخصوصا بالفترة السابقة اللي مرأنا فيها اللي هي فترة كورونا وأغلب الأشخاص موجودين في بيوتهم منشغلين يعني ما في عندهم شغل ما في عندهم ممارسة لحياتهم الطبيعية أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الجريم الإلكترونية بشكل كبير ويعني الجميل في الموضوع والملفت في الموضوع أنه عدد الجرائم في سنة 2020 في إحصائية قرأتها قبل فترة أنه ارتفع بحيث أنه وصلت عدد الشكاوى المقدمة إلى الجهات المختصة حوالي 9500 شكوى هذا بما يتعلق بالتسجيل يعني بمعنى أن هناك الكثير وصل لمرحلة أن تكون جريمة نعم أن هناك كثير كثير من الأشخاص لم يقوموا بتقديم شكاوى نحن نحكي فقط عن الأشخاص التي تقدموا بشكوى أما الأشخاص الآخرين الذين لم يتقدموا بشكوى هذول الأشخاص يعني ممكن نحكي بإعداد فلكية فبالتالي هذا الضرر الذي يكون ناتج عن هذه الجريمة بالغالب يكون أوسع انتشار وأوسع نطاق يعني أنا حابة أعرف نتائج هذه القضايا يعني خلينا نقول أنه في معظم الأحيان التي رفع فيها بعض الأشخاص قضية إن كان تعرضوا للأذى تعرضوا للذم للقضاحة اختراق الخصوصية هل فعلا حصل يعني أدي نسبة أنه رجع له حقه شو نوع التعويض اللي ممكن أنه يكون من خلال أي شراء سراء يعني موضوع اللجوء إلى المحاكم أو اللجوء إلى القضاء هذا حق مكفول بموجه بحكام الدستور أي شخص يعني يرتكب بحقه جريمي بحيث أنه يكون مسمى مجني عليه يستطيع اللجوء إلى المحاكم المختصة وبالغالب فيما يتعلق في موضوع الجرام الإلكترونية احنا بس فيه شغلة بسيطة بدي أحكي عنها اللي هو موضوع أن هناك قانون متخصص في موضوع الجرام الإلكترونية هو قانون الجرام الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 وقد أحسن المشرع في وضع هذا القانون ليش؟ لأنه احنا بالتأطير القانوني أو الفلسفة القانونية العقابية اللي بتحكي أنه لا جريم ولا عقوب إلى بنص فبالتالي حتى أنا أعاقب الأشخاص على جرائم مرتكبة أو أفعال مرتكبة يجب أن يكون هناك نصوص قانونية تعاقب على هذا الموضوع هذه النقطة النقطة الثانية أغلب الجرائم التي تعرض على المحاكم بالغالب هي جرائم تقليدية تتم بوسائل إلكترونية مثال على ذلك زي جرائم التهديد أو الابتزاز جرائم الاحتيال الإلكتروني الكثير من الأشخاص يقومون بأن ممكن أنهم يكونوا فريسة لموقع إلكتروني فيك أكاونت بيحملوا هؤلاء الأشخاص لهم أصحاب هذه المواقع الإلكترونية المجني عليهم من أجل تسليمهم أموال الغالبية العظمى من الشكاوي المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تنطوي على موضوع التهديد بفضح أمر اللي هي أحكام القانون في نص المادة 415 من قانون العقوبات في هذه الجزئية أيضا قانون الجرائم الإلكترونية على الرغم من عدد مواده البسيط اللي هي حوالي 17 مادة حاول أن وضع نص قانوني اللي هو نص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية التي عاقبت أي جريمة يتم المعاقبة عليها في أي قانون عقابة آخر بذات العقوبة إذا تمت بوسيلة إلكترونية فبالتالي جرائم الذم والقدح والتحقير معاقب عليها بنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية التي تتعلق بالإرسال أو إعادة الإرسال زي ما تفضلت في بداية حديثك إعادة النشاء إعادة الإرساء هذه النقطة اللي سألتيني عنها قبل شوي الكثير من الأشخاص يعني ممكن أن يكونوا جناه بموجب أحكام القانون نتيجة اللي جهلهم بأحكام القانون يعني الغالبية العظمى الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية الغالبية العظمى هم لا يدركون بأن هذه الأفعال التي يرتكبونها هي أفعال معاقبة عليها تقدر تشوف هذا خلال السوشال ميديا صحيح لما تطلع السوشال ميديا بتلاقي خبر موجود أو شخص بحط مثلا استيتس معين أو بحكي عن وجهة نظر معينة ببلش الأشخاص اللي بكونوا خاصة إذا كانوا شخصية مشهورة ينتقدوا هذا الكلام وهذا الانتقاد مشروع قانونا مشروع قانون بمعنى أنه مباح لكن بحدود بمعنى يجب أن لا يكون هذا ينتقس من كرامة الأشخاص أو ينتقس من كرامتهم أو من شرفهم أو من عرضهم إذا وصلنا لهذه المرحلة معناته إحنا انتقلنا من موضوع حرية التعبير إلى الحاق الضرر النفسي والمعنوي بالأشخاص الآخرين وبالتالي يعاقب علي القانون نعم يعني ارتفاع نسبة الجرائم يمكن هو بيحمل مؤشرين أساسيين نعم أنه من الممكن فعليا أنه صار هناك واعي كثير لحق الأفراد حتى على عبر مواقع التواصل الاجتماعي فصاروا يلجأوا للقضاء بصورة أكبر نعم وممكن كمان أنه زي ما تفضلت أنه يعني الأشخاص عم بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي هلأ بشكل كتير كبير نعم بالحالتين نحن نحكي بالنهاية أنه يجب أن يكون هناك وعي إن كان للحق أو حتى ثقافة قانونية بهذا الموضوع وأيضا تأثير بعض الأشخاص مثل أشخاص آخرين هل يأخذ القانون بعني الأعتبار هذا الموضوع طبعا هذا الإشي يعني من الأشياء اللي إحنا ما بنقدر نتجوزها إحنا بداية هناك شقين للشكوى المقدمة هناك شق جزائي وهناك شق حقوقي المقصود بالشق الحقوقي هو المطالبة بالإدعاء بالحق الشخصي وهو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت بهذا الشخص نتيجة للعبارات التي أرسلت من الجاني إلى المجنع له وزي ما حكينا الأثر النفسي رح يكون عليها كبير شخص عنده خمس تلاف فريند مش رح يكون زي شخص قاعد في جلسة لا تتجاوز عدد الأشخاص فيها خمس تاشر شخص هذا الإدعاء بالحق الشخصي موضوع أنه يستطيع أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتعويضه ماديا وهذا كيف يقاس برضو القانون نظم هذا الكلام في قانون العقوبات فيما يتعلق في الدم والقضح والتحقير إذا من نرجع للأحكام العامة أن هذا الشيء يقاس بمكانة الشخص الاجتماعية بمعنى أو بآخر يعني موظف طالب جامعة لما يسائلوا من أحد الأشخاص أو أنه ينبعث له ما يتعلق بموضوع التهديد أو الابتزاز أكيد ما رح يكون مثل شخص آخر ذو مكانة اجتماعية مركز مرموق معروف لدى المجتمع إعلامي مشهور هذا كل ياته بيلعب دور في موضوع اللي هو التعويض الذي يترتب على إيش على موضوع الجريمة شنوع العقوبة وشنوع التعويض أحيانا حسب الجريمة مثلا نحكي بالغالبية العظمى اللي بيرتكبوها الأشخاص اللي هي نص المادة 11 من قانون الجرام الإلكترونية اللي هي الإرسال أو يعاقب من يقوم بإرسال أو إعادة إرسال اللي هي إعادة النشر يعني شير بتحسب عليه نعم لأنه أنت لما بتشيري معناته أنت تقبل بالمحتوى الموجود وتشاركه وتشاركه وبالتالي أنت أصبحت أنت والجاني واحد يعني أنتو اتنين جناه فبالتالي هذا الإرسال أو إعادة الإرسال من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية كما هم منصوص عليها في المادة 11 هذا الكلام إذا تم وكان ينطوي على عبارات تنطوي على الدم والقدح والتحقير هذه العقوبة قد تصل إلى يعني لا تقل عن ثلاث أشهر والغرامح وبمعنى وبآخر أنه فقط أنه مش بس فقط عقوبة اللي هي عقوبة السجن أو الحبس عفوا هي أيضا مربوطة بالغرامح اللي هي الغرامح لا تقل عن مين دينار ولا تزيد على الألفين دينار هذا فيما يتعلق بالجرائم الذم والقدح والتحقير الإلكتروني هناك أيضا في شغلة بدأ نوح عليها والكثير الكثير من الأشخاص يعني بكونوا ضحية لهذا الشيء وخاصة السيدات وهو موضوع التهديد بفضح أمر أو الابتزاز إن كان من خلال صور نعم من خلال صور تعرف إحنا علاقاتنا متشعبة بعض الأشخاص يسعون إلى الثراء يسعون إلى إثبات الذات يسعون إلى الترفيه في بعض الأحيان قد يستغلوا هذه النقطة بقصد جلب منفعة غير مشروع لإلهم وبمعنى أو بآخر في بعض الأحيان ممكن أنه أنا أقوم بتهديد شخص بفضح أمره إذا لم يقوم مثلا بتسليم مبلغ من المال أو ما شابه ذلك هذا الكلام معاقب عليه بالقانون بعقوبة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد عن سنتين حسب أحكام أو وفق الأحكام يمكن هاي مرهى المراهقين الصباية الجامعات أحيانا اللي بتحس أنه يعني لسه لا ما عندها الدراية الكافية يعني هذا بحب أنه نوهه له تحديدا للفتيات وبالمناسبة مش فقط الفتيات هو أيضا هناك عنصر الشباب برضو بتعرض لموضوع أكيد أي شخص عنده نقطة ضعف معينة أو بهمه صورته بشكل معين بديه يكون ضحية أو فريسة لهؤلاء الأشخاص شو نوع العقوبة واش نوع أيضا التعويض برضو إذا كان طبعا حسب الضرر إحنا لا يوجد قائمة بالتعويض هناك في خبرة فنية بتم خلال اللجوء إلى المحكمة عند تسجيل شكوى لدى سعادة المدع العام المختص ثم يتم إحالتها إلى ما يسمى بوحدة مكافحة الجرام الإلكتروني اللي هي تابعة لإدارة البحث الجناية وهي وحدة مختصة بمتابعة الشكاوى الإلكترونية نحن نعرف أن موضوع الجرام الإلكتروني هو موضوع فني فبحاجة إلى فنيات ومهندسين هذا الكلام طبعا الحمد لله موجود عندنا موجود في وحدة مكافحة الجرام الإلكتروني الأشخاص الموجودين على درجة عالية من الدراية وعلى درجة عالية من التقنية الأشخاص اللي يتم ارتكاب جرائم بحقهم بهذا الصدد برضو لما بدنا نقيس موضوع التعويض راح نقيسه بناء على الضرر الذي يلحق به وطبعا هذا بحاجة إلى خبرة فنية من خلال المحكمة المختصة تقييم يعني لهذا الضرر نعم خلينا نرجع لموضوع البوستات أيضا موضوع الضرر فيه ضرر مختلف ممكن يكون مش على أشخاص معينين يعني الحظ على الكرهية أحيانا نوع بوستات ممكن أنه ممكن سياسيا أحيانا الضرر بأمن الدولة أو أمن المكان يعني فيه أشياء كثير تدخل بهذا الموضوع هل يأخذها أيضا القانون بنفس الطريق؟ يعني طبعا هذا الكلام موجود في قانون الاتصالات موجود في قانون الجرام الإلكتروني فيما يتعلق بالدخول إلى المواقع الإلكترونية بقصد تعطيل أو الحصول على معلومات تمثلا تمس بأمن الوطني أو تمس بأمن الدولة هذا كليات ومجرم بموجب أحكام القانون ليش؟ لأنه برضو نرجع من أكد أنه لا جريمة أو لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص عشان أعاقب شخص على جريمة يجب أن يكون هناك نص قانوني موجود يعني بتأكيد هناك الكثير من التفاصيل لتقييم كل حالة بحالتها يعني نظر أكيد بقضاءنا دائما يزاني العزام شكرا لوجودك معنا اليوم أهلا وسهلا فيك سوحا الخير